لا يتمتعن بنفس السيط والجماهيرية والمتابعة على غرار أقرانهم في المنتخب الأبيض الرجالي لكرة القدم ولكنهن لا يختلفن عنه في الرغبة والحماس خصوصا وأنهن المتوجات بآخر لقبين لبطولة غرب آسيا لعبنا بطولة قبرص الدولية وكان الهدف منها تصنيف والحمد لله اليوم نحن كدولة الإمارات حديثة في كرة النسائية لكن وصلنا الثلاثة وسبعين على العالم أول خليجيا وثاني عربيا فهذه خطوة كبيرة أعتقد مع المنتخب إن شاء الله نقدر نكمل نكمل المشوار نحن الحين وطموحنا الأفضل مش فقط لمنتخب السيدات بالعكس منتخب السيدات اليوم بدأ لكن في منتخبات أخرى عندنا الـ 14 و 16 سنة إن شاء الله هذه نواة المستقبل على أبواب تصفية بطولة غرب آسيا مطلع العام القادم والمؤهلة للعرس القاري يتهيأ المنتخب الإماراتي للسيدات بجدية لحز مكان فيها ليكون ربما ثاني منتخب عربي أسيوي يحقق هذا الإنجاز بعد الأردن إن شاء الله في هذا الجيل يتحقق الهدف طبعا الهدف هذا يتحقق مرحلة بمرحلة طبعا هذا الجيل جيل الانتصارات من سبع سنوات وهو ماشي على خطوة ثابتة إن شاء الله في التصفيات هذه الأخيرة يحقق النتيجة الكثير من التحديات وإن كانت كأس آسيا هي التحدي المقبل فالأعين تنظر بعيدا حيث التجمع العالمي الأكبر وهو مونديال الكرة النسوية 2017 والذي قد يشهد مشاركة عربية لأول مرة بشكل أكيد حال قبول الملف المصري لاحتضان البطولة ترجمة نانسي قنقر